كنت عايز اعرف الحديث انما الاعمال وبالنيات لو الواحد في نهار رمضان قرر يشرب وراح فعلا يشرب لكن كانت المياه مقطوعة وفعلا كانها يشرب لو لاقى مية بس يكمل صيام ايه الحكم ونقيس بقى على كده مواقف تانية بتحصل في حياتنا ده اول سؤال من على الواتسة بشيخ رمضان وطبعا النية على رأيه كثيرا من الجمهور يعني جمهور العلماء هي في الاعمال فرد في الصلاة في العبادة في الوضوء في الطهارة على بعض الخلاف الطهارة طبعا الأحناف يعني لا يرونها فرضا في الصوم النية مطلوبة في الصوم نعم فاذا ما نوى ابطال العمل وذهب لفعله فعلا طيب اللي منعه ايه ان ما فيش مية خلاص هزه صيامه بطل بطل انتهى صيامه ايه ابطال صومه بنفسه ايه زي واحد الداكس قده صدقة وفي الآخر نوى انها يعني مش خالصة ايه من باب بس السمعة نعم خلاص ابطال عمله نوى يفطر ايه خلاص يعني ايه وراح يفطر واللي منعه ايه لا الحنافة مش شغال ايه لا التلاجة فاش مية لا ما فيش اكل في البيت خلاص فاصل صيامه تمام اشتركوا في القناة